مشاهدينا نناقش ملف مشاريع فك الاختناقات المرورية مع المتحدث باسم وزارة الأعمار والإسكان سيد استبرق صباح أهلا بك سيد الكريم في نشرة الأخبار خيرا وسلم حياكم الله إذا نبدأ من حيث انتهى التقرير بمشروع مجسر الشالشية ما هي المدة المحددة لإنجازه ونسب الأعمال في هذا المشروع نعم يعني بالشكل العام مشاريع فك الاختناقات المرورية تشهد وتائر متصاعدة في العمل بفضل عنصر المتابعة هذه المشاريع تتابع من على سلطة في الدولة متمثلة برئيس الوزراء والكادر المتقدم في الوزارة ليس فقط الحديث اليوم عن مشروع مجسر الشالشية متى سيتم افتتاحه وكم بشكل عام مشاريع فك الاختناقات المرورية تتراوح بها مدة العمل من سنة إلى سنة ونص لكن بالحقيقة الوزارة تحاول جاهدة وهذا ما تم فعله فيما يخص افتتاح مجسر التقاطع فنون الجميلة اللي كان مدة المشروع بحدود 300 يوم لكن احنا بصراحة افتتاحناه خلال ثلاثة اشهر فقط مع كامل التأثيث اليه ونصب كامل التأثيث والمقتربات اليوم الوزارة بالحقيقة وصلت الى نسب انجاز متقدمة وكافة مشاريع الفك الاختناقات المرورية وبالتحديد الحزمة الاولى تشهد وتائر متصاعدة واليوم حققنا نسب انجاز فعلية على ارض الواقع ان شاء الله سنشهد منتصف هذا العام افتتاح عدد من مشاريع فك الاختناقات المرورية وبالتحديد الحزمة الاولى وهذا ما سيعطينا بالحقيقة مرونة للانتقال الى الحزمة الثانية والانتقال الى حزمة اخرى من المشاريع لعدد من المناطق المختلفة التي تشهد زحامات مرورية على جانبي الكرخ والصافة طيب فيما يخص مجسر البياجية حدثنا اكثر عن مسئلة العربية فيما يخص مجسر البياجية ايضا باشرة الوزارة بالعمل بي لكن من صوب المنصور او بالتحديد صوب البياجية وتم ايضا تغيير التصميم لغرض يعني انه من اضطر ان ناخذ من المقبرة من مقبرة الكرخ وايضا اليوم الوزارة تعمل بهذا المشروع لم يتبقى لدينا بالحقيقة من مشاريع فك الاختناقات المرورية سوى مشروع واحد فقط هو تقاطع المصافي وربع جسر الطابقين بجسر المعلق مدة مشروع فيما يخص موضوع المصافي كم تبلغ؟ يعني هو بشكل عام كل المشاريع عندنا بحدود من سنة الى سنة ومص لكن بالحقيقة بفضل المتابعة المستمرة وبفضل ايضا العمل بهذه الحزمة الاولى على مدار الساعة اليوم الوزارة بكل تأكيد ستنجز هذه المشاريع قبل المدد المقرئة لتدخل حيز الخدمة وان شاء الله سننتقل الى الحزمة حزمة الاختناقات المرورية الثانية ايضا بحدود العشرين مشروع في مناطق مختلفة من محافظة بغداد اضافة الى الطريق الحلقي الرابع وايضا اليوم بعض الفضائيات او بعض الاخوة يسئلون يعني هل اليوم الحكومة مركزة فقط على في محافظة بغداد لا طبعا اليوم الوزارة تناقش بوضع سراتيجية النقل وتطوير بالصراحة قطاع ودعم قطاع الطرق والجسور في كل المحافظات في محافظات البلد اليوم لدينا الكثير من مشاريع الطرق ومشاريع الجسور في عدد من المحافظات ابتداء من المحافظات الوسطى والجنوبية وفي كل المحافظات هي مشمولة بهذه الاستراتيجية طيب سيد استبرق ننتقل من موضوع المجسرات ومشاريع فك الاختناقات الى موضوع انشاء المدن وهذا الموضوع مهم جدا هنا نتحدث عن العاصمة بغداد اي المدن تم او بدأ العمل بها في العاصمة بغداد ونسب الانجاز والمردودات لتشكيل هذه المدن الحديث عن المدن السكنية بالحقيقة او الحديث عن قطاع الاسكان هو حديث يعني يحتاج الى وقت طويل لكن فيما يخص الوزارة وقدر تعلق الامر بها بالبرنامج الحكومي اليوم الوزارة وقعت عقود لخمسة مدن سكنية اثنان منها في محافظة بغداد بالتحديد المدينة الاولى هي مدينة الجواهري في معسكر طارق في منطقة ابو غريب اللي ستوفر بحدود 30 ألف وحدة سكنية وعشرة آلاف قطعة أرض مخدومة ايضا تم توقيع عقد مدينة علي الوردي على مساحة اكثر من 24 ألف دونهم مدينة علي الوردي هي مدينة سكنية كبيرة باتجاه محور النهروان او حي الوحدة في صوب الرصافة من بغداد فتوفر لي بحدود 120 ألف وحدة سكنية وتخدم ما يقارب 750 ألف نسمة ما يقارب 3 أربع مليون ايضا سيتم وضع الحجر الاساس لهذه المدينة الكبيرة خلال أيام القلية المقبلة ايضا الوزارة وقعت عقد او حالة مدينة مدينة سكنية مستدامة ايضا في محافظة بابل ومدينة اخرى في محافظة كربلا ومدينة اخرى في محافظة الموصل ايضا سيتم تباعا احالة عدد من المدن السكنية من الجيل الثاني او ما يعرف او الوجبة الثانية من هذه المدن في محافظات الوسطى وجنوبية حيث تم مراعاة الحاجة السكنية لهذه المحافظات تباعا بعد دراسة عدد من المعاية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المحافظات نعم المتحدث باسم وزارة الاعمار والاسكان والبلديات السيد استبرق سباح شكرا جزيلا لك شكرا